الجزء الثاني من مسلسل ليبان برضو من المواسم بتاعت المسلسلات اللي بتديت اتفرج عليها في يوم ولقيتني ما قمتش غير وانا مخلصها اسا ده مش من فرط جمالها يعني انا كنت عايز اخلص باي شكل عشان اعمل الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والعمل اللي حنتكلم عنه النهاردة هو الجزء الثاني من مسلسل ليبان الجزء الاول من المسلسل تم عرضه في يناير وليه مراجع عندنا على القناة وتم بالفعل تجديد المسلسل لجزء ثالث ومفيش تأكيد انه هيكون الجزء الاخير منقشة النهاردة ما فيهاش اي حرق الاحداث الجزء التاني لكن بكل تأكيد هيبقى فيها شوية حرق الاحداث الجزء الاول فلو حضراتكم ما شفتوش الجزء الاول من مسلسل ليبان افضل تقفلوا الحلقة دي دلوقتي وتبقوا ترجعوا لها لما تشوفوه احداث الجزء التاني من مسلسل ليبان هي استكمال الحرب ما بين اسان ديوب وايوبار بيلي جريني والهدف الرئيسي بتاع اسان هو اجبار بيلي جريني على الاعتراف ببراءة والده متسلحا بمدرسة ارسان ليبان المليئة بالخدع والالعاب والتنكر بس المرة دي اللعبة واخدة منحنى مظلم بعدما احد رجال بيلي جريني قرر انه يخطف ابن اسان زي ما شفنا في نهاية الجزء الاول وده شكل ضغط كبير على اسان خصوصا كمان وان البوليس اصبح قريب جدا من انه يكشف هويته فيا ترى ايه اللي حيحصل المراجعة دي زي ما حضراتكم غالبا لاحظته هتكون قصيرة شوية وده لاني ما عنديش حاجات كتيرة جديدة تتقال وده بدوره لان المسلسل نفسه في جزءه التاني ما عندوش حاجات كتيرة جديدة تتقال لو حضراتكم ما تعرفوش فانا ما كنتش من كبار المعجبين بالجزء الاول كانت عجباني القصة وبعض الخطوط الدرامية بس كنت محبط جدا من فشل المسلسل في الجانب اللي المفروض يكون بيميزه جانب الربط مع اسطورة ارسان لوبان العاب العقل والخطط والمكائد اللي كانت طفولية جدا ومخرمة من كل حتة لذلك ما كنتش متحمس قوي للجزء التاني خصوصا بعد معرفت قبل ما ابتدي اتفرج ان لسه فيه جزء تالت ولكني اتفرجت كده كده لاني الحقيقة ما كنتش لاقي اي حاجة تانية تتشاف والتجربة كانت بالضبط زي ما توقعت مجرد استكمال لما كان عليه الجزء الاول خطط طفولية ومكررة غباء منقطع النظير من الجانب الاخر مشاهد مطاردات واشتباكات طويلة جدا نتايجها دايما متوقعة انا حرفيا كنت بنام في المشاهد دي وكنت بصحي نفسي في اخرها عشان اشوف نفس النتايج اللي كنت متوقعها ودي مش فتاكة مني يعني اي عيل صغير بيتفرج ممكن يتوقع المسلسل كله كتل وكتل من الصدف الملأمة عشان تؤدي للنتايج اللي احنا عاوزينها جماعة انا مؤخرا انتقدت مسلسلات وافلام عشان العامل بتاع الملأمة ده وكنت بقول انها احداث فيها بعض الملأمة اللي موجود في مسلسل لوبان حاجة تانية دي ملاءمات تتخللها بعض الاحداث والاعتماد على المكياج والتخفي رغم انه اقل في الجزء ده ولكنه لسه مضحك على الجانب الاخر لسه قصتنا كويسة لسه في خطوط درامية مش بطالة الكوميديا ما زالت مقبولة وتشكيلة الشخصيات بتاعتنا فيها قدر مقبول من الجاذبية وانا بالتأكيد اقصد شخصية اصان اللي جسدها اومار سي والشخصيات التانية اللي بتشكل التعائدات الدرامية اللي في حياته وبستبعد طبعا شخصيات الجانب الشرير وشخصيات البوليس اللي مجازا ممكن نضيفهم لمحركات الكوميديا بشكل عام اقدر اقول اني بفضل الجزء ده على الجزء اللي فات ببساطة لاني المرة دي عارف انا متوقع ايه المرة اللي فاتت لما شفت المسلسل في مقدمة المشاهدات في عدد كبير من الدول توقعاتي كانت مرتفعة المرة دي انا عارف هو متصدر ليه ومكتسب شعبيته من ايه ومتوقع ان دي حاجات عمرها ما هتدخل دماغي يحسب للجزء ده كذلك انه كتب كلمة نهاية مقبولة لقصتنا يعني احنا ممكن نسيب المسلسل في النقطة دي وما نضطرش نرجع له تاني بس ازاي؟ لازم نحلب طبعا طالما قعدة المشاهدة موجودة وبنتعامل معاها زي ما تكون شيء ضمنين اننا مستحيل نخسره وانا عن نفسي ما استبعدش اني ممكن ارجع واتفرج على الجزء التالت في الاغلب لنفس الاسباب اللي خلتني اتفرج على الجزء التاني وهي اني ابقى مش لاقي حاجة تاني اتفرج عليها وغالبا حفضل في نفس درجة الاندهاش ازاي المسلسل على مستوى القصة جيد بالشكل ده وفيه خطوط درامية غنية وفيه فريق تمثيلي متمكن وعنده عناصر الجاذبية المطلوبة وانتاجه على ما يبدو سخي وفنيا متميز بشكل كبير على مستوى الدكورات والملابس واختيار اماكن التصوير ييجي بقى في اللي فاضل ويخفق بالشكل ده مش قادرين نقدم سيناريوهات مقبولة شوية مش قادرين نقدم العاب وخدع حقيقي تتحدى ذكاء المشاهد مش قادرين نقدم بعض المفاجآت طب مش قادرين حتى نكمل صرف ونعمل مشاهد اشتباكات ومطردات كويسة حقيقي ما عنديش تفسير وغالبا مش عاوز ارهق نفسي في اني ألاقي تفسير تقييمي للجزء الثاني من مسلسل لوبين هو 6-18 اقل من تقييمي للجزء الاول بنص درجة اه المرة دي الامور عند توقعاتي ولكنها في النهاية توقعات سلبية مش حاجة نتفشخر بيها يعني مناقشة الحلقة ايه المسلسلات اللي بتلاقوا نفسكم بتتفرجوا عليها لمجرد ان ما فيش حاجة افضل منها ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وانستجرام وبي باي